أود أن أعرب عن تعازي فرنسا وتعاضدها تجاههم ما هو طريق هو أن نقدم المساعدة ولهذا فإن كل وسائل والمعدات الفرنسية متاحة ثلاثة طائرات طائرتين عسكريتين وصلتها أمس ومعهما فريق إنقاذ مدني عاملين في الإسعاف مركز صحي متنقل ما مكن من الاعتناء بخمسمائة جريح وكل هؤلاء يعملون في الميدان والتقينا بهم في المرفأ حلوة على ذلك فإن الشعب الفرنسي يعبئ من جهوده لمساعدة ذات اللبنانيين الكثير من السلطات المحلية الأقاليم البلديات هناك موجة من الإخاء وهناك كذلك الكثير من المزدوجي الجنسية بين فرنسيين ولبنانيين الذين عبأوا من جهودهم لمساعدة لبنان وكذلك طائرة جديدة بالمساعدات ستأتي غدا إلى لبنان مع فريق من المساعدة للمساعدة مع محققين للمساعدة والإسرائي في البحث في التحقيق البحث إذن عن الأشلاء الضحايا البحث عن ناجين والتحقيق كذلك وكذلك هناك حاملة طائرات ستأتي كذلك إلى لبنان وستنطلق غدا من فرنسا حاملة أدوية معدات للطوارئ مسعفين للإستجابة للحالة الطارئة والاعتناء بالجرحة هذا التعاضد سيتواصل لنساعد كل من يعملون على الميدان كما رأينا في الصبيحة في المرفأ وفي باقي أحيان بيروت المساعدات الطبية الأدوية المساعدة الغذائية مساعدات كذلك لإعادة الإعمار بأسرع وقت لمساعدة 300 ألف لبنانية الذين ليس لديهم دار تأويهم حاليا وهنا أود أن أشكر الشركات الفرنسية التي أعربت عن استعدادها لتقديم القمح معدات البناء وأشكر كذلك الشركات التي أعلمت عن نيتها المساعدة في نقل كل هذه المساعدات نحن سنكون بجانبهم على المدى الطويل كل من يداوي من يعيد البناء من يساعد سنساعدهم وفرنسا كذلك ستكون حاضرة لتنظيم المساعدات الدولية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي البنك الدولي والأمم المتحدة ومع وزارة الخارجية بدأنا بأولى الاتصالات لتنظيم مؤتمر دولي للدعم والمساعدة في بيروت لدعم مساعدة بيروت وسكانها وسكان اللبنانيين بهدف تعبئة تمويلات دولية أوروبية أمريكية ومن كل البلدان وبلدان المنطقة وكل أسقاع العالم بهدف توفير علاجات أدوية أغذية كل ما هو أساسي وضروري للإيواء وكذلك سنقوم بإنشاء حكمة شفافة سواء لإدارة هذه المساعدات سواء تعلق الأمر بمساعدات فرنسية ودولية لكي تصل هذه المساعدات بشكل مباشر للشعب ولي المنظمة غير الحكومية ولي كل من يحتاجها على الميدان دون أن يكون هناك أي سوء استغلال أو غموض على المتحدة والبنك الدولي سيلعباني دورا أساسي للوقوف على الاحتياجات ولكي يتمكن المجتمع الدولي والشعب اللبناني من الحصول على كل الشفافية فيما تعلق بنقل وإيصال هذه المساعدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كم